السلام عليكم ورحمة الله وزيكم عميني يا ربي تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الزيتون المخلل عملنا مع بعض وصفات قبل كده مخللات كتير بس ان شاء الله النهاردة هنعمل الزيتون الكلموتة بطريقة سهلة جدا ومكونات بسيطة يلا بينا نبدأ الفيديو على طول بس متنسوش اللايك والشير وسبسكرايب لو لسه مشتركة في القناة اول حاجة هنجيب الزيتون وهنخسله كويس وهنصفيه وبعد كده هننقعه يومين كاملين من غير ما نفتح الزيتون هنغير عليه في اليوم من 3 ل 4 مرات وفي اليوم الثالث هنفتح الزيتون بالشكل شفناه مع بعض وهننقعه يوم كمان مش عايزين ننقع الزيتون وهو مفتح علشان ما يفقدش كل الزيتون اللي فيه زي ما شفنا بصه لما فتحنا الزيتون طبقة الزيتون اللي في الزيتون اتكونت علوش بعد ما يعدوا الثلاثة ايام ونقعنا في اليوم الثالث والزيتون مفتح هنصفي طبعا الزتون وهيبقى بالشكل ده هنبدأ بقى نجهز له حشوة او تحبيشة هتخلي طعمه حلو جدا ده فلفل احمر حامي على بارد لازم طبعا فلفل احمر يكون بكمية كتيرة علشان هو ده اللي بيدي معنا شكل ولون حلو قوي وهنضيف كمان 3 جزرات بحجم متوسط مبشور بالشكل ده الجزر بيدي طعم حلو قوي للمخللات فضيفه الكمية اللي تحبوها لو عايزين تزوده اكتر من كده ممكن عادي هنضيف كمان معلقة من هارستة الشطة بس معلقة تكون مليانة لو بتحبي الحاجة سبايسي لو مش بتحبي بلاش شد فيها وهنضيف كم قرني فلفل اخدر كده برضو بيدو طعم حلو للزتون بعد كده هنضيف 3 معالق من الحبة السودة او حبة البركة بتدي برضو اضافة حلوة جدا لطعم الزتون وهنضيف كمان ورق لوري اضافة بدقة التوم للتحبيشة دي بتفرق جدا هنضيف كمية صغيرة مش كتيرة هنضيف معلقة توم صغيرة مفروم ناعم بالشكل ده اخر حاجة بقى هنضيفها للتحبيشة الجامدة دي اللي هتخلي طعم الزتون فارق معاكي جدا هم شوية زيت صغيرين مش كتير عشان احنا لسه هنضيف زيت على وش برطمون الزتون هنضيف خمس معالق زيت كبار وبعد كده هنقلب الحشوة الجبارة دي شايفين مكونات تخلي اي طعم مخلل طحفة هنقلبهم مع بعض كويس بالشكل ده مخلل الزتون بيبقى طعم حلو جدا ومختلف عن طعم باقي المخللات بيفتح نفس جدا على الاكل لو عملناه بالطريق قضيب والتركات اللي احنا قلنا عليها هيطلع معاكي احلى مخلل زتون كده التحبيشة اللي احنا عملناها مع بعض جاهزة هنبدأ بقى نجهز المحلول الملح اللي هنحط فيه التحبيشة الجميلة دي بصوا بقى هقولكم على مقدار المزبوط للمحلول الملحي الاي مخلل لكل لتر مية اربع معالق ملح يعني لو هتحط 2 لتر من المية هتضيفي 8 معالق من الملح انا هنا ضيفة لتر ونص يعني حطي 6 معالق ملح كبار هندوب الملح كويس جدا ولو عايز تأكد ان الملح بتاعك مزبوط هقولكم على طريقة تانية نعرف ان الملح بتاعنا مزبوط اول ما الملح يدوب تماما هنجيب بيضة طبعا غسلناها وهنبدأ نحطها في المحلول الملحي لو البيضة طافت على وش المية بالشكل ده بكده يكون المحلول الملحي بتاعنا مزبوط لو البيضة سقطت فقرية البولة من تحت بيبقى المحلول الملحي محتاج ملح نزود ملح لحد ما البيضة تطفى على وش المية بالشكل ده هنجيب البرتمون بتاعنا طبعا غسلينه كويس ونضيفه ناشف مفوش ولا نقطة مية ضروري جدا ما يكونش فيه مية وهنبدأ نضيف الخلطة بتاعتنا انا هو ماشي معاكو واحدة واحدة علشان لو عملنا الزتون بالتركات اللي احنا قلنا عليها مع بعض في الفيديو هيطلع معاك طعم وطحفة جدا هنملى البرتمون بتاعنا للاخر وبعد كده هنبدأ نزود المحلول الملح اللي عملناه مع بعض شايفين يعني شكله مشاء الله يفتح النفس جدا من قبل ما يستوي اول ما البرتمون ما يتملي معينا هنبدأ نضيف شوية زيت على وش البرتمون وعلشان نضمن ان ما فيش اي هو يدخل الزتون بتاعنا هنلف بس كده البرتمون بستريتش ريب الاول وبعد كده هنقفل الغطة كويس جدا وكده مخالي الزتون بيكون جاهز معنا من 15 ل 20 يوم بقى وبيكون جاهز معنا الاكل على طول عملنا الزتون المخالب بطريقة سهلة ومحبسة زي ما شايفين معنا بالزبط ازاي وزي ما شفنا مع بعض المكونات كانت سهلة وبسيطة وموجودة عندنا ان شاء الله في كل بيت وبكده نكون وصلنا للهيئة فيديو النهاردة لو الطريقة عجبتك واستفدت منها ما تنسيش اللايك والشير ولو اول مرة تدخلي قناة يشترك فيها وفعلك جرس علشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد بنزله اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي مع السلامة